فإن الله تعالى أرسل نبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين فهدى به أعينا عميا وأذانا صمى وقلوبا غلفا ولذلك وجب على المؤمن أن يكون على علم بأخلاقه وسيرة العطرة صلى الله عليه وسلم امتثارا لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا قال تعالى مثل عليه وإنك لعلى خلق عظيم فلم يكن سبابا ولا لعانا بل كان لينا سهل الجانب ولم يكن فضا غليظا قال تعالى ولو كنت فضا غليظا القلبي لن فض من حولك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين